وفي الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها المملكة اثر رفع الدعم عن المحروقات قامت فئة قليلة بعمل شغب وتكسير وكان للاشارات الضوئية النصيب الاكبر من التخريب اشتكى المواطنون في مناطق مختلفة بعمان من الوضع الراهن نتيجة توقف عمل تلك الاشارات وخاصة في جبل حسين وشفا بدران اضافة الى مدينة الصلط مما يتسبب في ارباكات مرورية وحالة من الفوضى ادارة السير المركزية قامت بوضع دوريات عند تقاطعات الاشارات المعطلة اضافة الى تواجد رقباء السير في الصلط لتنظيم الحركة المرورية كان هناك يوم الاربع التي ترفع الاسعار صار في عمليات تخريب في ناس كثير من الاشخاص من حارفين اشخاص اصحاب سوابق استغلوا هاي الاحداث وتحولت امور اخذوا مسار امور باتجاه تخريب وتكسير وزي ما لاحظتوا الاشارات الضوئية احنا اننا سبوع من عاني هي بوضع الطبيعي اصلا كانت فيها ازمة كيف بعد تخريب وتكسيرها فصارت تعمل مشكلة وازمة مرورية الصبح ترجمة نانسي قنقر